الابن الوحيد لجاكي شان لم يكن لديه حياة سهلة كوالده بين مسيرته السينمائية الغير الناجحة والوقت الذي قضاه في السجن نعم كيفما سمعت فابن جاكي شان دخل للسجن لم يتمكن جي سي تشان من الارتقاء الى مستوى العالي الذي وضعه والده فكيفما نقوله إلا كان عندك بوك ناجح فرح تنتقى رادي تكون ناجح بحالك بحاله اليوم في هذا الفيديو غادي نتبت لك العكس وسأعطيك مثال جاكي شان والابن جي سي تشان قبل ما نبدعه در واحد لايك وابوني لعجبك المحتوى للقناة وفي الاخير خلي لي واحد تعليق فيه الرأي ديالي ويالله نبدأ بسم الله بدأ كل شيء مع تربية جي سي تشان الفاخرة بعد ولادته في عام 1982 في هذا الوقت كان جاكي شان مشغول بشكل دائم بالتمثيل وبالتالي كان يقضي أسبوعين فقط في السنة مع الإبن ديالي جي سي والأم ديالي كانوا مشهورين وهذه هي حاجة بينك وطبيعية لأن الأب ديالي كان هو جاكي شان وهذا هو السبب اللي كان يخليهم يخرجوا جزء بسبب جدوى الأعمال والده المزدحم يعني أن جي سي قد نشأ بالكامل تقريبا على يد والدته التي بدأت تفسده بالكماليات التي توفرها شهرة جاكي شان وتروع فيه يعني أن الأم ديالي ما تقناش التربية ديال جي سي جاكي غادي يخرج بواحد مذكرة وغادي يقول فيها جي سي أي هو الإبن ديالي ما كانش كي يقلق بشأن الحصول على ما يكفي من الطعام أو كيفية دفع الرسوم المدرسية وقال باللي كان موفر لي أي حاجة السائق ديالي كان كي يديه وكي يجيب جاكي كي عبر عن ندم ديالي وقال لا ينبغي لأحد أن يتمتع بمثل هذه الحياة الطيبة منذ ولادته يعني فشش ولده بزار من الواضح أن جاكي شان كان يعتقد ذلك لأن تربيته كانت عكس ذلك تقريبا نشأ في ظروف سيئة للغاية على يد أبوين لاجئين لم يستطيع حتى دفع تكاليف ولادته اضطرت جاكي شان إلى التطور في حياته وعمل بجد من أجل ذلك وتعلم أنه يقدر هذك الشي اللي عندي بالإضافة إلى ذلك كان شباب جاكي كله تدريب طوال اليوم من الخامس صباحا حتى الساعة الحاضشة مساء مع استراحة للغداء والعيشاء فقط وعندما أساء التصرف تعرض للدرب بالعصى من قبل المعلم يقول جاكي أن الأشياء المتوفرة لابني لم يكن يتوفر عليها هو في شبابه دفع الطفولة جيسي المريحة جاكي شان إلى كتابة عليه في كتابه ويقول فيه عندما كان مراهقا لم أكن أعتقد بالتأكيد أن جيسي كان يضغط على نفسي لينجح في الحياة كنت أعمل طوال اليوم وأذهب للركض ليلا ثم أعود وأرى أنه قد ذهب إلى السرير كنت أتضمن جيسي كان واضح أنه ما عندوش دكس دافع والطموح مقارنة بالوالد ديال ترك الكلية في نهاية سنته الأولى قائلا إنني أريد أن أصبح موسيقيا جيسي كان بغي يكون موسيقي مصادر أخرى تشير إلى أنه طرد من المدرسة نتيجة الإفراط في شرب الخمر والظروف المعيشية الغير نظيفة وفصلين دراسيين من الغياب الغير المبرر جيسي كانت رغبته في أن يصبح موسيقيا ضد إرادة جاكي الذي لم يكن يرغب في رؤية ابنه في مجال العروض الموسيقية انتقلت جيسي من لوس أنجلوس إلى هونغ كونغ عام 2004 خطط لتنمية قصته الناجحة في الموسيقى قائلا إنني آمل أن أصبح مشهورا بناء على قدراتي الشخصية بدلا من الاعتماد على صورتي واسم العائلي كان جيسي واثقا جدا من انتقال إلى الصين لدرجة أنه تخلى عن جنسيته الأمريكية مقابل الحصول على الجنسية الصينية جيسي سيصدر أول ألبوم ديالو وتم الوصف ديالو على أنه مضيع فضيع للمال الألبوم ديالو كانت اسمية جيسي ببساطة كان بمثابة فشل تجاري والسبب في ذلك كما وصفه جيسي أن هونغ كونغ تختلف عن الأماكن الأخرى جيسي غادي قرر يجمع ما بين الموسيقى والفيل لظهور في فيلم The Twins Effect والذي حصل على تقييم أقل من خمسة من أصل عشر نجوم وعلى الرغم من أنه سيكون أمرا مثيرا للسخرية إلى أن الأفلام التي تلت ذلك لم تكن أفضل بكثير غادي متل مع الأب ديالو في فيلم رقم 100 بالنسبة لجاكي شان بعنوان 1911 وهذا كان أسوأ فيلم دار جاكي شان في المسيرة ديالو من الناحية المالية والأقل استقبانا بشكل إيجابي حتى الآن تبلغ إجمال أرباحه مئة وسبعة وعشرون ألف دولار وجي سي لعب فيه دور شخصية رئيسية جي سي سي لعب فيلم آخر بعنوان Double Trouble والذي دخل أيضا عنوين وسائل الإعلام بعد أن حقق مبلغا 9000 دولار وهو مبلغ مثير للشفقة مما يجعله واحدا من أكبر الأفلام الفاشلة في شباك التذاكر على مرة تاريخ جي سي بعد ذلك سيلعب دور رئيسي في فيلم هو هو فشل في الوصول إلى المراكز العشر الأولى في الصين يبدو أن الحظ يعاني جي سي في كل مجالاته قام بنشر أغنية الثانية ليتصدر المخططات التانوية في عام 2010 على الرغم أنه لم يحقق له نجاحا كبيرا على المدى الطويل ولكن يبقى نجاح ولو قليل في 14 أغسطس 2014 سيجد جي سي نفسه في فضيحة إعلامية جديدة عميقة مما سينتجو ضجة ستقوم الشرطة بتحميل لقاقات للجي سي تان وهو يتم القبض عليه في شقة والده الفاخرة والتي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار والتي يعترف من خلالها بوجود ما يقرب من 100 جرام من الحشيش في حزانته كان هذا سيئا جدا لسمعة عائلة تان حيث كانت جاكي شان سفيرا للسين لمكافحة المخدرات منذ 2009 هنا فين غادي يخرج جاكي شان في المواقع التواصل الاجتماعي وغادي يعتذر من الجمهور مدر الإبن دياله جي سي وغادي يعبر على الغضب دياله وغادي يقول أنا غاضب جدا ومندهش كشخصي عامة أشعر بالخجل كأب أنا حزين لا أستطيع أن أبدأ في وصف ألام والدتي لقد فشلت في أن أكون أبا جيدا وأستحق اللون سأتحمل المسؤولية وأعتذر لي الجمهور نيابة عن جي سي في هذه اللحظة بالضبط تبرأت جاكي شان عمليا من ابنه وقال لم أزوره حتى الآن لم أستخدم حتى أي اتصالات للاتصال به يقول جاكي أنا فقط أريد أن أتحدث مع المحامي لأقول له إصفعه مرتين لأجلي فقد اتخذت الحكومة الصينية النهجة المعاكس حيث جعلت من جي سي مثال عاما لمكافحة المخدرات من خلال بتي المحاكمة على التلفزيون والتي ستحدث بعد أربعة أشهر تقريبا من اعتقاله حكم على جي سي بالسجن ستة أشهر وأمر بدفع غرامة قدرها تلتمية وعشرين دولار بتهمة الحيازة وكذلك جريمة الإيواء آخرين لتعاطي المخدرات أخذت جي سي هذه الجملة بكل تواضع قائلا إنني انتهكت القوانين ويجب معاقبتي عندما سأعود إلى المجتمع لن أكرر ذلك لأنني خذلت عائلتي وأصدقائي مرة أخرى رغم أن هذا لم يكن كافيا لإرضاء والده الذين لم يحضروا حتى للمحاكمة أثناء وجوده في السجن كانت جي سي يرسل رسائل إلى والدته يوضح فيها أنه جرب المخدرات لأنه تعرض للضغط وبدأ الاعتماد على المخدرات لتهدئة نفسه كلما شعر بالإنزحاج كتب جي سي أيضا عن الصعوبات التي واجهها أثناء نشأته في عائلة مشهورة وكشف أن توقعات الشهرة وضعت عليه الكثير من الضغط ثم عبر عن استيائه من جاكي والده قالت جاكي شان في أحداء المقابلة أتمنى أن أكون سفيرا لمكافحة المخدرات مدى الحياة حتى أنني آمل أنه بعد خروج جي سي يمكن أن يصبح سفيرا لمكافحة المخدرات أيضا ويطلب من الجميع الابتعاد عن المخدرات وهو ما أعقبه تصريح جاكي علنا أنه يدعم عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة بالإضافة إلى ذلك سيعلن جاكي شان أنه سيتبرع بكامل ثروته الصافية البالغة 350 مليون دولار للأعمال الخيرية ولن ينقلها إلى ابنه جي سي مضيفا عنه إذا كان قادرا على جني الأموال الخاصة إذا لم يكن كذلك فسيكون مجرد إضاعة أموال جي سي عاد إلى أمريكا بعد خروجه على الرغم من أنه لم يعد مواطنا هناك يبدو أن الاثنين قد تصالح منذ عودة جي سي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك يواصل جي سي الاختلاف قائلا لا أريد دائما أن أتبع خطى والدي أريد أن أكون مختلفا مضيفا أنه سائم من كونه شخصا في ظل والده منذ عودته إلى الولايات المتحدة بدلت جي سي جهودا لتغيير حياته حيث أخرج فيلمه الأول في عام 2021 بعنوان جود نايت بيجيل لديه فيلم آخران في الطريق فالإخوان شنوبا لكم في التصرفات جي سي خليوا لي الأعراء دي لكم في التعابق دير واحد لايك واحد أبوني لعجبك المحتوى دي القناة وتهى الله حتى الفيديو جديد وتهى الله اشتركوا في القناة